موسيقى السلام عليكم اخواتي محمد بكم معين جديد في قناتي مطبخ عالم اميس كنت من الفيديو اليوم يلقاكم باتم الصحة والعافية اقتراح اليوم ان شاء الله سيكون عبارة عن وجبتين كيتونيتين ان شاء الله يكونوا في المتناول ويعجبوكم لانه مصدقوني كي يجيو لداد بزاف بزاف وراهم من محض الاكل المغريبي ماش بتشي حاجة زيدي عليها ولا خرج عليها او لا شي حاجة غريبة على الاكل المغريبي ايه اياه البيضو ماطيشة للا البيضو ماطيشة مع شوق المغريبة عندي هنا يا الكفتة اخديت الكفتة ذات الشرمولة لكل واحدة الشرمولة اللي كتبغي لي كتبتح لها انا كنديفها تحميرها والملحة والحار وكنحك فيها بصيلة وشوية ديال الحار والكامون والمعدنوس اشدتها دابتها ديبول اخديت المقيلة دابت فيها الزبدة تطابت ليديك الكفيتة عادزت على واحد للمعرقات ديال اللاصوس بلانش هنتو مكينما كتشاهدوا اللاصوس بها بلانش تماما عادزت على شوية ديال فخوماج قودة وتعرق حطيتها قدمتها في طبق تقديم عادزت على الفخوماج قودة من الفوق وشوية المعدنوس كاتجي غزالة ولديدة بزاف هنا عندي الفخوماج كيفي ديال الطبخ عادزت على شوية المعدنوس دا تحت منه الخص قدرت الزيتون ومع شوق المغريبة البيض وماطيشة صيبت البناتي سباكيتي ان شاء الله دا بنزلها معاكم صيبت معاها تذيك الكفتة دا بنزلها معاكم خديت منها واحد لارد المعرقات ديالاسوس طومات فقصت عليهم تلارد البيضات درت عليهم شوية ديال قودة من الفوق وزينتهم بالمعدنوس وتال مقلدة تفعل شوية ديال الزبدة باش صيب داك البيض صدقوني الوصفة او للوجبة مغدية والاهم كما قلت لكم كتجي لديدة 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 بزاف ما تكونش عندكم الحجة وتقولوا عن وجده والدعو نوجد لي ونوجد أولادي بزاف عليا وصدقوني هذه الوصفات اللي كنعطيكم ورهم كي وجده ضغية يعني تقايب المبين الوقت للتحضير وهذا تقايب الوحدة ربع ساعة ولا تلوت ساعة عشرين دقيقة كاملة بحلاكة المهم حاجة وحدة اللي نرسيكم عليها متعكزوش 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 وتفكروا على بركاتي الله انا بديت كندير مؤخرا نهار تقايبا نبادي اربع أيام كندير غواج با واحدة هادي الكي سامعة ونص نوضف الصباح كنقرى شغالياتي نشرب المال ما بزاف وكنشرب المشروب الكيتوني وكلا ينشر الله ده بنديرو معكم والنهار اليوم أسمع مع القادة الملح لهمالية الصغيرة لأن ترفعت وش كتنسي وش كتنسي وش كتنسي أمريكي في عالم واحد أخر نحن نحن نغم المخسين دي ربع مع القادة الهمالية ومع القادة دي الخلتفاح عندما كانت لا يوجد لدي خلتفاح العضوي الذي يجب فيها جيد إما سوف نقوم بلديه أو فيها مع مركة بالطريقة يجب أن نقوم بعمل القادة الملح الهيمالية مع القادة الخلد والتفاح وحامضة إذا كانت صغيرة كانت كبيرة كانت نصف حامضة أنا دلت مع القادة الملح الهيمالية ونصف حامضة واذا نقول لكم؟ ما نعود لكم مش كيفاش كانت حالتي والبنات اللي معايا في القروب كي يموتوا بالضحك علي كنقول له مراني حاسة براسة مفوعة مفوعة بزار ما دلت خطأ لي اللي دلتنا يا ان شاء الله انا اي حاجة دلتها وما جرت شراني غاد يقولها لكم يمكن لكم تاكلوا فريجي ملكيتو زرعة غير مالحة بزاف المهم زرعة عندكم الحق تاكلوها القرقاع اللوز كي ما قلت لكم خاصة القرقاع يمكن لكم تاكلوها المهم هادي الوصفة اللولة اقتراح اللول راكي يجي لدي تصدقوني ودبا ان شاء الله خليكم معايا باش ندوزوا الوصفة التانية اللي غاد تكون عبارة عن غداء مغربي قح 100% مبقى ليكم مش باش تحججوا اللي تبغيب واللي يرضيكم دقة واحدة خليكم معايا الاقتراح دواجبة التانية يشاء الله كما كتشاهدو وجبة مغربية قحة بامتياج دجاج محمر على الطريقة المغربية هنا دعت معاها السالة الخاص شديته وغسلته قطعته دعت معاها المعدنوس ودعت معا واحد جوج مع القادة ديال التون بلا زيت وهنا دعتها للدجاج محمر ديالنا عادي اغير حاجة واحدة تطيبته بالزيت البلدية باش غديت شوية ديال ديك الدغميرة ديالو وصدير ديال الجاج هادالي الإشارة دجاج بلدي عليك تشوفو صدير ديالو صغير ور طيبته عادي مدخلتوش لفراني تحمر حمرته في الزبدة درت شوية ديالزبدة في المقلع وحمرته في الزبدة وصفة مردية ومشبعة وللإشارة انا را كنشددك صدير ديال الجاج مع شوية ناشف كنحطوه في ديك المريقة وكنشد الفوغشات وكنناكل بالفوغشات يعني الصدير كنصيبوه في المريقة وناكلوه عليها قلت لكم معايا انا ما را تلقوش لحوجة انكم ماكي ملقيتو متاكلوه باشر تغمسي ديك المرقة اهودة باشر تغمسي را نشد صدير ديال الجاج وغنغمس قاحنا نحيدو احنا الفرنشيطة احنا نديو بسم الله بيد دينا را نغمان شدك صدير ديال الجاج ونغمس وناكل والله تكي جيل ديدي بلا خبز بلا والو وان شاء الله بإيد من الله كان وعدكم را نزلكم الخبز الكيلو علاش انا وريدكم اني شريت السيليوم را نتحنتو وغنوريكم كيفاش كي جي لانه صراحة عامر بذك القشور بزاف وذك السيليوم شوية وغالي المهم غندي معاكم الخبز بإدن الله ونوريكم الطريقة دياله دا نضيب لكم طريقة ماشي غنغان نصيبو نوجدو نحط نقول لكم اشنودة لغندي لكم فيديو عليه ان شاء الله قريبا بإدن الله غر خليكم معايا وتابعوا الحلقات ديالي كل نهار غنجيب لكم حاجة جديدة غر حاجة واحدة بريت نأكد لكم عليها ان هاد الوصفة اللي كان نزل ولها الطريقة اللي كان نزل يعني شي حاجة ديرها بيديا كنفكر شنو غنحط كنفكر شنو غنناكل كنفكر ماشي كمشي نشوف في جيه اخرى قناوات خراوة ونحط داك شليك يحطو ابدا شي حاجة ديالي مصيبها بيديا والافكار ديالي وكنشاركم هاد الافكار هادي المهم ما بقى لي إلا نقول لكم شكرا لكم بزاف وبرك الله فيكم واللي بغت تبع ريجي مرحبا والف مرحبا انا كنعطيكم غير الخلاصة ديالتجربة ديالي انا ماشي اختصاصية ماشي تشي حاجة انا باقي كنقلب باقي كنشوف الحمد لله بنت شوية نتيجة اللهم لك الحمد هادشي اللي بغينا متنسونيش من التعليق ومن اللايكات وليكيزو قناتي الاول مرة ميساش يضغط على زر الاشتراك ويفعل جرس بشي توصل بكل ما هو جديد شكرا لكم اخواتي شكرا لكم اخواني علاش اللايق قد يكون شراج المتبعنا المهم الى وصفة مقبلة ان شاء الله على قناتي مطبخ عالم اميسك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة